بعد أن ذاق المواطن مررة ارتفاع أسعار صرف الدولار وتقلباته والتي سرعان منعكس أثارها على أسعار السوق بصورة عامة لتبقى هذه المعاناة مستمرة حتى مع هبوط الدولار إلى ما دون المئة والأربعين ألف دينار الأسعار بعدها معالك رغم أنه نزل الدولار عن ما تشارم بالخمسة سبعين وأكثر رغم نزل الخمسين تقريباً بس بعدها الأسعار معالك أعتقد هذا الموضوع خاص باللجانة الاقتصادية لأنه لا يوجد شيء يبقى برنج يومياً يوجد تذبذب والتذبذب هذا للصعود لا يوجد حد ينزل مواطنون عبروا عن استياءهم جراء استمرار الارتفاع بأسعار المواد الاستهلاكية بصورة عامة بالتزامن مع انخفاض هو الأول من نوعه منذ عامين بسعر الصرف اللي زيد اللي حاسب على المئة وستين واللي حاسب على المئة وسبعين يعني أغلبية اللي دات عاملان وياهم التجار أو اللي الموردين من يسولي في قولي أنا مستورد على البضعة القديمة زيان يعني إحنا زيادة هاي بالأسعار اللي هي على حطيتها مثل ما نقولاني جوز ما تأثر عليه أكو مواطن بسيط الكسب الألف والألفين والثلاثالاف ممكن تأثر عليه إذن وعلى الرغم من انخفاض أسعار الصرف الدولار في البورصات المحلية يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر جراء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بصورة عامة ما يوجب على الجهات المعنية فرض رقابة اقتصادية بشكل حقيقي وفعال بغداد أمير خفاجي السلام عليكم